اشتركوا في القناة وكأس سمو الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة وكأس سمو الشيخ سلطان بن حمد آل خليفة وكأس سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وكأس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة وكأس نادي الفرسان البريطاني وذلك على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباقات الخيل بمنطقة الرفة بالسخير كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قام سمو الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة بتقديم كأس الشوط الأول إلى المنضمر الفائز يوسف طاهر وقدم كأس الشوط الثالث إلى المنضمر الفائز حيدر إبراهيم كما قدم سموه كأس الشوط السابع إلى الفارس الفائز جيرالد موس وكأس الشوط الثامن إلى سمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان آل خليفة فيما قام سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل خليفة بتقديم كأس الشوط الثاني إلى مساعد المضمر الفائز إسحاق مراد وكأس الشوط الخامس إلى مساعد المضمر الفائز محمد حيدر كما قدم سموه كأس الشوط السادس إلى المالك الفائز محمد سامي هاشم فيما قدمت السيدة سوفي آيبل مديرة السباقات الدولية بنادي الفرسان البريطاني كأس الشوط الرابع إلى ممثل المالك الفائز سيد محمد العلوي هذا وقد اجتمل السباق على ثمانية أشواط اشتركوا في القناة